قوى وأحزاب وتيارات سياسية أبدت ترحيبها ببيان مجلس الأمن الذي هنأ العراق على ما وصفه بالنجاح في إنجاز وتأمين انتخابات اختلفت عن سابقاتها واعترض فيه على خطاب التهديد الذي صدر عن بعض الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات رئيس حكومة إقليم كردستان عبر عن ترحيبه بالبيان ومثله زعيم التيار الصدري الذي رأى أن البيان يعكس صورة جيدة عن الديمقراطية في العراق فيما رأى المعترضون على نتائج الانتخابات أن البيان كان متسرعا ما كنا نتوقع من الأمم المتحدة أن يصدر منها هذا الترتيب المتسرع كنا نتوقع من الأمم المتحدة أن تحس المفوضية العلية المستقلة للانتخابات بضرورة الإسراء بالنظر في الطعون المقدمة وأعرب مجلس الأمن الدولي في البيان عن أسافه للتهديدات التي وجهت لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وموظفي المفوضية العلية المستقلة للانتخابات داعيا المعترضين على النتائج لسلوك الطرق القانونية وترى أطراف سياسية أن البيان بعث رسائل تستبق الأحداث لحث الأطراف على التهديئة والقبول بنتائج الانتخابات دون التصعيد والتهديد مجلس الأمن في هذا البيان أراد أن يسبق أي حادث مثلا أو مصادمات أو تفاقم الوضع في العراق لكي تقوم بتهديئة الأجواء ومطالبة الأطراف المعنية سواء الخاسرة أو الفائزة في الانتخابات بضرورة التحلي بالصبر واحترام الأطر القانونية وعبر أعضاء مجلس الأمن في البيان عن تطلعهم لتشكيل حكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقي ومطالبه بترسيخ الديمقراطية ويرى محللون أن البيان يمهد لطبيعة التقرير المنتظر لبعثة الأمم المتحدة حول الانتخابات دون أن يؤثر على الاحتجاجات القائمة حاليا أو يغير من رأيها موقف معبر أو مترجم لما قامت به ممثلية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة المراقب للانتخابات العراقية أعتقد أنه لا يمثل حقيقة موقف القوى العراقية المتصارع الآن بخصوص نتائج الانتخابات وقد لا يؤثر على الاحتجاجات الحاصلة أضفى البيان الأممي شرعية دولية على الانتخابات العراقية لكن الجهات الرافضة لنتائجها لم تعلن عن موقف رسمي صريح بعد في الوقت الذي رأت فيه أطياف سياسية واسعة أن البيان قد يكون فرصة لحث الجميع على القبول بما أسفرت عنه صناديق الاقتراع أسعد الزلزلي الحرة أربيل